نفسك في كيبورد ميكانيكال او كيبورد ميلاهية اللي صوتها عالي الحلوة دي هل نديك مثال الاول لو انت نفسك ان الكيبورد بتاعتك تعمل الاصوات دي او ما عندكش الكودرنك تشتري كيبورد ميكانيكال او على لابتوب او اي حاجة جايب لك برنامج النهاردة يدي لك الاصوات دي وبس كده وكمان لو انت دماغك عالية او وعايز تعمل اصوات من دماغك تقدر تعملها سهلا بنا السلام عليكم شباب الى اخبار فيديو جديدة انا احمد سامي السلام عليكم يا شباب الى اخبار فيديو جديدة انا احمد سامي والنهاردة انا جاي بموضوع مهم وهو زي ما انت سمعت فهوه للفيديو كده فمعظم الفيديوهات بتاعتي انا بستخدم يعني الكيبورد انا بستخدمها في الطبيعة هي ميكانيكال كيبورد اللي هي الصوتها عالي دي بالمناسبة بس عشان يعني قبل ما نكمل الفيديو الكيبورد دي مش مزتها او مش احنا يعني الناس مش بتشتريها عشان هي صوتها عالي خلاص ده 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 حاجة كده فوق البيعية انت ممكن تجيب واحدة صوتها خواتي خالص بس الحاجة اللي الناس عرفها انه صوتها عالي وده بيجابه مقاوي طيب الكيبوردات الميكانيكال هي افضل شيء ممكن تستخدمه في الدني يعني افضل استثمار ممكن تستخدمه ساعا لو انت من الناس اللي بيكتابوا كتير بيستخدموا كمبيوتر بشكل كتير هي حاجة اختراع يعني من اللي اجابه طيب نفترض انت عايز الصوت العالي ده بس يعني احنا جاين الناس اللي رفض في بيزوة الصوت العالي بس لديك الكدرة الشرائية انك تشتري ميكانيكالكيبورد لان الكيبوردات تبقى غالية نوعا ما ولو انت يعني قريب تجيب حاجة حلوة اوي هتكلفك شوية حلوة مميم جيب لك نهاردة برنامج اسمه ميك فيب ميك فيب ده برنامج جيمت اوي كل شكرا انت في الحياة ان هو بيحول لك صوت الكيبورد اي ضغط ان تضغطها لاصوات ميكانيكالكيبورد بتقدر تحمل منه او تستخدم منه اي اصوات تختر في بالك البرنامج حلو قوي واتحدد علو الصوت وطوه تقدر كمان ان انت تخترع اصواتي يعني عايز الصوت بقليل مثلا تقدر تعمل طبعا انا ضغط جدا على الفلتر بتاع المايك بتاعي النهاردة انا احمد تيمي انا احمد تيمي انا احمد تيمي وباعد الكيبورد عني عشان يبقى الصوت واضح لك يعني مش عايز الصوت الميكانيكالكيبورد بتاعتي تشوش عليك اللي انت سمعتها في اول الفيديو بالمنازمة يعني قولي في التعليقات برضو حلو الصوت الصوت كده ولا اوحش طيب في الاول هتروح للموقع ده ميك فيبس تمام هتلاقي هنا هو شارح لك في الموقع عشانت حاجات بيقول لك ايه بيقول لك واحد من التطبيقات المجانية اللي بيخليك تقدر تخط صوت الكيبورد لأي حاج بس هو الموقع ما فيوش هلاك كلمة انتول والله اول حاجة عندك الداونلود فادي لو فتحناها هيبص هتدخلتك هنا للموقع اللي هو اللي على جيتها طيب هتدوس على الزر اللي بيقول لك داونلود ميك فيبس هيحمل لك سيستم انستولر او ايكس اي فايل تسبته طب لو رجعنا هتلاقي هنا ساوند باكس وديسكورد وساوبرت ميلا انت تدعم الراجل يعني او الراجل بيقول لك ايه لا عايز البرنامج ببالاش اصلا بس لو انت يهمك الموضوع ممكن تدفع فلوس فيه كنعمل انواع المساعدة المهم هنرجع طبعا للموقع عشان اوليك ساوند باكس الاول دا الفايل اضغط عليه باس اهو انا بيقول لك انا بيقول لك انت عايز تثبته على ايه لا احمد بس المستخدم بتاعي انا ولا اي احد بس استخدم الكمبيوتر دايما خليها الاختيار التاني يعني ده او ليه انا بس لو لايه بنختار دي ده فيديو تاني طويل بس صدقني ده افضل اختيار لو انت واصحابك او انت والناس كتير عاملين يوزرس في الكمبيوتر ده يعني مسلا انت واخواتك وكده كل واحد بيستخدم يوزر لكن ما بيش حد اصلا بيعمل كده ممكن تثبته بالطريقة دي بس غالبا لو انت مش محتاج غالبا هتختار اونليمي انا هتثبته فين ما شاء الله في السي في اليوزرس في الابديتا في اللوكال في ما شاء ما صار طويل قال له نسطول برضا انا مش هعمل اي حاجة انا هنا قول له فينش وهتلاقي لبنانك فتح لوحده اول امور ده اصب بالاسف الشديد انا ما ينفعش اعمل فلتر على لا وداني ده البرنامج زي ما انتوا شايف من غير ما اعمل اي حاجة انا مجرد ان نثبته زي ما انت سمعت ده الصوت بتاع الايه؟ البرنامج اول حاجة انت بتعمله وهو الايه؟ يعني اول خانة لما بتفتح الشاشة بتاعت البرنامج بيقول لك اختار الكيبورد الخانة اللي بعدها علوه الصوت هو عشرين في المية انا هعليه مش عشان هو المفروض اعليه او حاجة بس انا عايزك تسمع ده كده هو مية في المية اصدق اول صوت اهو هلأ نختار اول صوت في الكيبورد اول صوت هلأ نفتح نوت باد عشان بس بقية باختبار لك الاصوات او البول صح؟ اي 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 ا طب اللي بعدها دي جميلة قوي تشيري امكس بي بي بلو ده نوع السويتش بص هو السويتشات والزرارة دي لها انواع خلينا نقول دلوقتي ان هي شوية اصوات انت بتختار منهم فاختار لي اعجبك اهو زي ما شايفي انا بكتب طبعا انا بروح للنط بادي عشان تستق قدامك لكن هي مش تفرق خالص طبعا دي حرفية انت حس ان انت جايبها من عدن النجاح اللي بعدها اهو ما جربت الكيبورد العجيبة دي مرة قبل كبير لا ده دي بقى الفضيعة قصوا هو للامان ما عجبنيش اي صوت لدي صوت الكيبورد بتاعتك اللي بعدها اللي بعدها دي كيبورد بيسمعها ريت سويتش بيبقى صوت هواطي قوي اوطي حتى من الكيبوردات العادية ودي انا جربت دي قبل كده بس دول اللي موجدين ديني بس في الفترة الحالية اختار ايه صوت الكيبورد دي انا بحبه ده شغل الناطق طبعا انا كنت موقف الناطق لسبب واحد عشان تتسمع بس سسعونة ثمان سبعة ستون خمسون أربعة ثلاثة وعشرونة او الشريط طيب هنا ايه اللي في البرنامج تاني فيش اي حاجة تاني خالص هو بصدر برنامج لو دست هنا مور ساوند هيروح مدخلك على نفس الموقع ده هتحمل منه شرط أصوات بص بق دي الأصوات الرئيسية اللي في البرنامج انت بوك التعمل دي الأصوات الخاصة بيك اصلا في الاعادة بتاعت الموردنامج هاوريك دلوقتي تقدر تعمل الأصواتك الخاصة في بقى هنا حاجات مجنونة اوي خلينا نبص اه بص بق هنا او فيه هنا اتنين همت معمولين فيه اكتر طبعا بخلنا نفتح مثلا دي نجرب اي واحدة بس ليس إلا يعني هو هنا عشان لو انت هتاخدها على طول وجوجل تشيت وتنسخ دي فكرة عبيطة هلا اناعمل بس باك وندخل لساوند باكس تاني فهو عنده كاستم ساوند باكس الصوت تقريبا ملوش مزاج يوريلي النهاردة او حاجة عشان تحمل هنا اولا انت ممكن تدخل على الجوجل شيت ده او الفايل ده وبتلاقي فيه كل حاجة تخص لساوند باكس طبعا اعجبهم منين الساوند باكس هو بيقولك دلوقتي ان الساوند باكس انا مش هتلاقيهم هنا انت هتلاقيهم على الدسكورد التاني فلو انت شخص عايز تلافي في الدسكورد بتاعهم بديه حاجة ترجع لك بصراحة بس عايز اعمل باكس من الصفحة الغريبة دي خلينا وراك الدسكورد بتاعهم برضه عشان لو انت لو دست هنا مور ساوند هتدخل هنا على اختيار لو هو دسكورد ده لو انت عايز لصوت زيادة اهو ايا حد يسمي ايه؟ مش مهم مهم انت جاي التعرف عليها دلوقتي طبعا انا بس مبيش هكمل عشان مش عايز اكتب الباسورد بتاع الدسكورد بتاعه هنا ماشي؟ بالمناسبة بيهموك الدسكورد ممكن نشرحه في فيديو يقولولي المهم هي دي بس الطريقة بتاع البرنامج طيب ايه هنا؟ خلينا اعوض الصوت بتاع البرنامج مسلا معلش لصفر في المية قليت الصوت لصفر في المية عشان اقدر اتكامل معاك بس بص بقى ديات الاشكال الاصلية ممكن تحمل باكس جاهزة من الموقع قصدي من الدسكورد بتاعه لو دست ابليكيشن على ميج فايبس بتاعتم دي بصفاء ايه؟ ميج فايبس ميج فايبس ميج فايبس مياكة مياك كل شيء ميج فايبس arguing His AFT ميج فايبس بطع الم jumbo جاي لكاستم فولدر. هنا عندك شيئة اختيارات. ده اللي بتحط بتاختلع منه كيبوردات جديدة. ممكن تعمل كيبورده وتساميه زي ما انت عايز. تمام? ده ما روش راكبها على بين فيديو ولا بقى اي حاجة. هو منه نفسه كده. وممكن تخليه يبدأ مع النظام. طيب نكمل. ده اللي هو اللي في الاصوات بتاعتك انت. فبتحط كل الاصوات اللي انت عايزها وتعملها في الاديتر. هنا في الاختيار ميوت لو انت عايز تعمل ميوت للبرنامج ان هو يبدأ مع بداية النصام. كويت بيه في البرنامج. كان افتح لك الاديتر. اهو كده فتح لي الاديتر. اهو. من هنا بقى لو ان هنا بيقول لك ايه تقدر تكريايت وتأدت وتشير الساوند باك. تقدر تعمل الملف بتاعك وتأدت تعدل على اللي موجودين او اي ما اي حاجة من اللي موجودة هنا او من اللي هتحمله من النت. واتشارها مع الناس. هنا هاوتو لو دست عليها يدخلك على مقال. اهو. طبعا مقال ما شاء الله مكسور. دخلنا نعمل نيو. الباك نيم خلاني نسميها مسلا ايه? العربية بالمقال. نكتب بال عربي. no مثلا. هنا بيقول لك اسمها ايه? visual selected keyboard. يعني ايه الكلام ده? كذلك فقط تفتح لك الريق. في طريقتين اتنين عشان تعمل باك. visual selected keyboard. معناها ايه? ان انت تضغط علش في بيئة كده قدامك صورة الكيبورد بالزرائر كل. هتضغط على الزرار وتختار له الزرار. يفاهم? هتضغط على الزرار نفسه وتختاره. بالزرائر الكيبورد هو موجود قدامك على الشاشة. او الزواق اللي اختار التاني. اللي هو ايه? هيبقى فيه لستة كده بالحاجات وانا قدر اعملها. فالليه رياحك يعني. طبعا مش هتفرق اوي. انا بيقول لك الاوديو ايه? فعايزه انت هيبقى عندك ملف بصوت واحد. ولا ملتبل ساوند فايل انه هيبقى فيه اه اسواق كتير. يعني ايه الكلام ده? هشرح لك انا. الاختيار اندو الاختيار الاول بيقول لك انت عايز صوت واحد وتحدد طول وتغير فيه مثلا من اللي هي الحدة والحاجات دي لكل الزرار ولا الزرار لكل حاجة. اخي اخي ليبنا انت هيبقى الاختيار الاول? ماشي? وانا بيقول لك الملف اسمه اللي انت عايز تعمله ساوند اللي مفروغ تضعه في القاسم فولدر. طب انا لم نضعك لك. مهمة مهمة صوت نشكل صوت مهمة 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 انت لسبب ما يعني؟ بس هي دي الفكرة الفكرة ان فيه في الباكس بتاعيتهم افكار مجنونة يعني فيه حاجات ما تجربهاش لاني هتاخد نتيجة مهلا بقال ربنا او على الاقل حط السماعة لاني كان فيه تجربة الباك اسمها سيكسي كيكابس انا بحظرها من قبل ما انت تجربها فما تجربهاش ولو طالبة معاك قوي لو سمحت اللي بالسماعة عشان رد الفائل بتاعك كل الكوكب اللي حواليك مش هيبقى مبسوط منك مشي فيه حاجة اسمها بيب كيكابس فديه غالبا هتضرب لك الاوزن الوسطى فبرده متجربهاش فالصوتين دول متجربهاش لكن اي حاجة تاني فيه بابل كيكابس ده حلو قوي فقاقية كده وفيه حاجات كتير يعني لو انت بستخدم مثل الكاري الصيني شوف الافكتاب بتاع اصوات الكاري الصيني هتلاقي زيها كتير او في البرنامج ده فالناس بتعمل باكس بالهبل وبتنشرها عادي فلو يهمك الموضوع ممكن تشوف وطبعا البرنامج ده مفتوح المصدر اللي كوب بتاعه على جيت هاب معمول بحاجة اسمها الكترون جي اس لو الحوار يهمك يعني بس ما اقولش عليك كان معكم احمد سامي لايك وشير وسبسكرايب سلام عليكم